موسيقى نصبع عليكم مرة تانية فقرتنا دلوقتي عن السكتات القلبية عطوا تحتيها 100 مليون خط لأسف الشديد خلال الفترة الأخيرة بدأنا نسمع عن إصابة عدد كبير من الشباب بأمراض مزمنة مرتبطة بالقلب أمراض زي الجلطات زي أشياء كتير وبتوصل هذه الأمراض للسكتات القلبية وتؤدي إلى الوفاة نسمع أنه حد لعيب كورة فجأة في الملعب وقع مات بنسمع أنه حد كان ماشي زي الفل وقع طب ده حيخلينا نسأل إيه هي الأسباب الصحية اللي بتخلي شبابنا يوصلوا لهذه المرحلة من مراحل الإصابة بأمراض القلب بنعمل إيه علشان نتجنب هذا الأمر على الجانب النفسي هل الزعل هل التوتر هل يمكن أن يكون سببا في هذا الأمر طب على جانب الوقاية هل الفحوصات الدورية للقلب مهمة ولأي مدى تكون مهمة ونعملها إزاي أسئلة كيرة جدا سنجاوب عليها ضفنا في الستوديو دكتور محمد الطحلوي أستاذ واستشاري القلب بجماعة الزأزي نورنا في الستوديو صباح الخير دكتور صباح نور أهلا سهلا أهلا بك دكتور يعني إلى أي مدى هذه الظاهرة تنامت في الفترة الأخيرة وهل سببها بقى زي ما ناسم تقول الوجبات السريعة عدم الانتظام في النوم التوتر والقلق ولا ليها ارتبطات بأشياء يعني بعشرين تلاتة وعشرين تمام بسم الله الرحيم يعني أشكر حكي على الموضوع لأنه فهنا الموضوع خطير ومهم ويعني كان نفسنا فيعنا نلفت نظر سواء على مستوى المواطن أو على مستوى المؤسسات أو كده للموضوع ده اللي هو يعني أمراض القلب فيه السن بتاعها صغر والعوامل الخطورة المعروفة فيه عوامل الخطورة معروفة عندنا كدكات قلب زي الضغط زي السكر زي السمنة زي التدخين يعني حاجات معروفة عندنا لا بقت من غير عوامل الخطورة أصبح بنشوف مرضى وصغار في السن ولا هو عنده ضغط ولا سكر ووزنه كويس وهكذا يبقى إذا فيه عوامل خطورة أخرى جدت لازم يبحث عنها هي كمان عشان نتجنبها زي زي ما حدثت تفضلت وقلت الاسترس زيادة هل فيه علاقة ما بين استخدام الأجهزة زي الموبايلات والليبتوب والحاجات اللي انتشوية تبقى أجهزة تكنولوجية الحديثة ولا لا دي كلها تحت الدراس هو ده الوفد الجديد علينا في حياتنا هو ده الوفد الجديد عشان كده دي اللي بتدرس هل فيه علاقة ما بين الاسترس ما حدثت قلت الزيادة ومعدلات ومعدلات الإصابة بالأمراض القلب ده كل ده بيدرس بس هو ده الواقع اللي احنا بنشوفه حاليا لكن عشان يكون عندنا داتا نعتمد عليها في نتائج إحصائية وبحثية تكون محترمة لازم تتعمل على سكيل واسع عشان نعرف فعلا دي سبب ولا مش سبب بس اللي في إدنا حاليا زي ما حدثت برطة فضلت وقلت في الأول اللي هو التشيك أب أو الفحصات الدورية ما بقاش بقى أنا أستنى ما اشتكي عشان أفحص نفسي أقول والله ده أنا عندي مشكلة لا يكفي أن يكون عندي حد في العيلة حصل له حاجة في القلب ويكون صغير في السن يعني مش كون مثلا عنده ستين سنة ومدخن طبيعي غالبا هيصاب لأ واحد صغير في السن أكتر مثلا قال لي مبعين سنة وده ابن عمي مثلا وجات له أي مشكلة في القلب أنا لازم أنا أفحص نفسي أنا كمان لأن العامل الوراثي بقى يعني يمثل بقوة في الأونة الأخيرة الحاجة التانية لما أنا يعني أكون إنجيش دي في مثلا في رياضة معينة لأن ده اللي شفناها بقى يعني احنا منشوف في الحوادث اللي هي السكتات القلبية في ممارس الرياضة أو في اللي بيلعب جيم أو بيلعب لعبة أثناء المباراة أو بعد المباراة مباشرة بيحصل بيحصل مرض خطير أبته سكتة قلبي وهو وفا وشفناها كتير في حالات كتير لازم برضو ده يلفت نظر سواء أولياء الأمور اللي بيخلوا أولادهم يلعبوا الرياضة أو اللاعب لو هو ناضج أنه اللي لازم يكشف الأول لأن نزلت جيد لينز جديدة حتى أوروبية قريبة جدا من سنة أو سنتين اللي مش أي حد يلعب أي رياضة ولما يلعب الرياضة المدة بتاعتها تختلف من واحد لواحد في واحد يقول له أنت أخرك تسعين دقيقة في الأسبوع واحد يقول له لا أنت ممكن توصل مية وخمسين دقيقة دعنا حسب عضلة القلب حسب عضلة القلب وحسب حوصاته وطحاليته بالضبط وخوتها وحسب رسم القلب بتاعه وحسب العمل الوراثي بتاعه أنا شاكك فيه ولا مش شاكك وفيه ناس أقول لها مثلا أنبه على المدرب بتاعه أقول له لما تيجي تلعبه ما تلعبوش في الهجوم لعبوا في الدفاع لعبوا احتياطي خليه بفترة اللعب بتاعه لا تزيد عن كذا وهكذا يعني عملية مقننة ما تبقاش عشوائي وإن بينجم عنها يعني مشاكل خطيرة يعني حوالنا تواصلنا مع بعض الناس من بقالنا سنتين تلاتة نعمل برنامج ده ونتمنى ربنا يسهل الفئة يعني يلتفت يعني يلتفت نظر سواء للأعيبة أولياء الأمور الأندية الوزارة الشباب الرياضة إنها مش أي حد يلعب ويكشب عليه بطريقة مقننة يعني نحن كثير في جيم بصراحة أنا شخصيا من الناس اللي بشوف أو حصلت معي إنه الترينر اللي بيمرن لا أدوس على نفسك طب أنا مش قادرة أدوس على نفسك بلاش كده يعني بلاش أنا هتعب نفسي أنا هجهد نفسي حتى العضلات نفسها بتبقى ساعات بتتقطع طب أنا عايزة أسأل سؤال هل في حاجة اسمها واحد جاله سكتة قلبية من غير أسباب ولا بيبقى فيه أسباب قبلها وإحنا مش شايفينها لا ممكن هي طبعا غير أسباب دي وردة يعني دي وردة يعني هل في حاجة اسمعها واحد يتوفى حالا من غير سبب آه في حاجة بينام ما بيصحاش دي حصلت سكتة قلبية في وقت النوم في حاجات إحنا عارفينها وفي حاجات ما لحقناش نعرفها في المريض ده أب ما توفى في حاجة إحنا عارفينها مثلا زي في بعض الأمراض الجينية الجينية دي تمثل كتير قوي ممكن ما تبقاش ممثلة مش ظهرة ما تبقاش عنده عراض بس جزء منها بيكون في كهربة القلب فمجرد قلبي يتصارع بطريقة معينة الزيادة بتاعته تؤدي إلى سكتة قلبي وده ممكن يتعرف لو كان عمل رسم قلب على أقل مبدئي قبل ما يدخل في المجهود ده أو في القصة دي يعني فيه مثلا الناس المثير أو المستثير للسكتة القلبية بتاعتها نتيجة تصارع ضباط القلب السباح لو مجرد جسمه ينزل جوه الماء يحصل مشكلة لأنه عنده مشكلة في كهربة القلب بتؤدي إلى ذلك فيه ناس اللي يستثير الزيادة دي الصوت العالي مجرد يدخل في حاجة فيها صوت عالي جديد ضباط القلب تزيد قوي فممكن يؤدي إلى سكتة قلبية فعلا فمتعرفش إلا كان عمل رسم قلب حاجة تانية فيه ناس عندها مشكلة في عضلة القلب نفسها عندها تضخم ورافي ورافي في عضلة القلب وده بيبقى موجود ممكن يبقى في العيلة كلها فلو اكتشف واحد مفهود قارب من درجة القولة كلهم يفحصوا نفسهم يشوف عندهم التضخم ده التضخم ده بيؤدي لما الواحد يجري ويقف مرة واحدة أو يعمل جود يقف مرة واحدة ممكن يجلوسك تقلبي يعني ده الناس اللي بتعمل كارديو في الجيم اللي بتعطي تجري بعد انت أقل السرعة بعد انت زود السرعة دي بعد شهر تقدي الوفاة لا الطبيعي انك تطلع بالتدريج وتنزلي بالتدريج ما فيش حاجة اسمها أطلع مرة واحدة ولا أنزل مرة واحدة يجب أن أطلع بالتدريج وأنزل بالتدريج حدك لو لحستي يعني دقاتي كلمة حدودك المشاهد لو حدك عدت مشاهد اللي لعيبت الكورة مثلا اللي توفت مثلا كابتل محمد عبدالله رحمة الله عليه بتاع الأهلي كله يدخل الهدف ويقف بقي حي الجمهور يقع يقف مرة واحدة حي الجمهور جير يجير يدخل الهدف ويقف مرة واحدة كل المشاهد كده طب داريا ديضيا خلينا نخش سيكولوجيا ونفسيا الشعراء والأدباء منذ فجر التاريخ قالوا أن القلب هو اللي بيحب صح يعني ما قالوش الكبد ما قالوش الرئة ما قالوش الرجل هم مختاروا القلب صح وفي نفس الوقت الزعل الشديد بيضعف عضلات القلب ما علاقة هذا الجهاز في جسم الإنسان بنفسية الإنسان سبحان الله هو القلب فعلا يعني يعني متحكم في حاجات كثيرة جدا يعني سبحان تعالى بيقول فإنها لا تعمل أبصر ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فالقلب هو اللي بيبصر وهو اللي بيشوف كل حاجة ما فيها زي ما حاك قلت الدواخل والمشاعر الداخلية شمعنا شمعنا القلب هو ربنا سبحان الله وتعالى خيالي القلب إنه هو اللي يشعر هو الفنط هو المضخ اه يعني إذا صلح صلح الجهاز ده كله فمشكلة القلب زي ما حاك قلت يعني بيتأثر جدا بالمشاعر سواء الفرح الشديد أو الحزن الشديد يعني الفرح الشديد أوي ده مضر جدا وقد يصل فعلا إلى سكتة قلبية والحزن الشديد أوي وشفناها برضو شفناها برضو على ذكري مباريات اللي فريقه بيخسر ممكن يجيله سكتة قلبية الفريقه بيكسب وبنشوفها ومجلطات في القلب احنا بنشوف مباريات قمة تلاقي واحد ده كتير متحصر أو من الفرح أو من الزعب وعشان كده الفرح الشديد والحزن الشديد والضحك الشديد ده ممنوع يعني حتى الضحك نفسه كمان الشديد زيادة على اللزوم يميت القلب كمان يعني فالمفروض المشاعر دي تبقى الإنسان يتحكم فيها يعني ايه ما يفرط شي قوي في الحزن ولا يفرط هل في تمرينات للزقص صعب يعني أن النهاردة لو في حجة مضايقاني أو حجة مفرحاني بسيكم الفرح يعني بس لو حجة مزعالة حد بصعب أن أتحكم فيها هل في تمرينات أقدر أعملها النفسي لو لقيت أن أنا ابتدت مثلا يعني الأعراض ايه أولا يعني هل بتأسخن هعرق نفسي هيبقى عامل ازاي ولو حصلت الأعراض دي ازاي مرن نفسي في وقت ما نعد لغاية ما يجيلي حد يسعفني بسرعة أنه أهدي ضربات قلبي عشان ما يقديش للوفاة لقدر الله بعض الاحتياطات الحاجة منها في الانفعالات بالذات ما تخليش الحلقة تدور على طول يعني حلقة ما تحطيش بمغلك فكرة واحدة ودى أنها تدور 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 ده هيناش هيدا أنت تلاقي ضربات قلبك هتدوعات تزيد 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 اكسري الفكرة دي بحاجة تانية معنى اشغلي بالك الفيتي نظرك لحاجة تانية غير الحاجة اللي انت اللي بدايقاك دي اكسري الفكرة دي بحاجة تانية يعني لو قداميك انت بقرى مثلا فيه بسرعة يعني اعمل حاجة اه اه قمي اوقفي غيري وضعك اكلمي حد الحاجة التانية المهمة قوي اللي برضو يعني المشي اللي هو السوائل شعب الماء شعب الماء كتير شعب الماء من الحاجات الواقية من السكتات القلبية الجلطات القلبية أمراض كتيرة من أمراض القلب شعب الماء والمشي نعم المشي اه الحركة بالزبط لأن فعلا القاعدة طويلة ممكن تعمل جلطات رئاوية نتيجة تجلط الدم في الرجلين وهكذا بس السوائل مهمة قوي الناس في الشتة بتسهى عن شرب الماء انها ما بتعتش كتير وفي الصيف بتفقد ماء كتير قوي ما بتعوضهش فبنلاقي على دخلة الشتة ودخلة الصيف أمراض القلب بتزيد عندنا ما فيها الجلطات فداي من نص الماء مش معناها شاي وقهوة ومياها غازية ماء مية دي أولها عصاير حلبة ينسون المشربات الأخرى اللي هي هتزود نسبة السوائل في الجسم دي من حاجات الواقية جدا بالذات لما هتعملني مجهود انت عارف انك هتعملني مجهود النهاردة أو هتروحي جيم زي ما حددك قلت ما فيش حاجة سماء ما تشربش كان زمان بيقولنا ما تشربش وانت بتلعب عشان ما تلعبش لا بالعكس كل ما انت بتاع مجهود لازم تشرب لازم تشرب باستمرار زي ما قلت ما تركزيش في فكرة معينة تضيق قوي ده النسبة هتدور في اللين دي هتزود ضربات القلب عند حضية جدا الحاجة التالتة لو زاد ضربات القلب بقى بطريقة يعني في بعض الناس بقى عارفة ان في عندنا تزايد ضربات القلب ليه انواع كتيرة جدا في نوع اسمه نوع ما فوق البطيني ونوع نوع بطيني بطيني ده الخطير مفوق البطيني ممكن يقلب بجزء خطير بس ممكن هتحكم فيه في الاول ازاي لو انا الناس اللي هي عارفة انها بيجي لها ضربات ما فوق البطينية شبك ايده جامد جدا ويشد عليها قدامت قوي الزيادة ضغط البطني ده بيوقف السايكل دي ويخلي القلب ضربات تهدى تاني مرة اخرى دي احد الحاجات البسيطة اللي ممكن واحد يعملها الواحد متعود ان هو ممكن نجيه ضربات قلب بمفاجأة وهو اتعرف او دكتور قال له ان هو دي زيادة ضربات من فوق البطني لو حصل له زي كده شبك ايده جامد قوي او يشبك اجليف بعضها المهم يزود ضغط بطنه جامد شبك ايده جامد دي هتوقف السايكل دي وتخلي الدربات ان شاء الله تهدى لحد كبير لحد ما ويشرب كمية سوايا الكبير مرة واحدة جرعة واحدة اي هدي هتوقف برضو حاجات اللي هتوقف الدربات السريعة دي علامة اللي هي الدربات السريعة العلامة التانية زي ما حالك قلت برضو انه يعرق ويدوخ حاس بزغلاو يعد يغير وضعه يعد ما يدنوش واقف يعني فرد كالكده او فوقي يعد او ينام ويرفع رجليه قدامه حاجة التالتة لو حاسه وجع شديد في صدره لو حاسه وجع شديد في صدره لو هو متاح قدامه ان هو يجيب قرس أسبرين يقرأشها يمدخها من ثلاثة الاربع رس يمدخها دي قد يكون في بداية جلطة وهو والسبرين ده ممكن ان شاء الله ينطيب الجلطة اه ان هو يعني مؤقتا لحد ما يروح المستشبه والتنبيه الأخير بقى ان هو يعني ما يهملش اي عرض اللي يصب عرض كان زيان يقولك لا ده شوية برد ده يا ممكن بس عشان ارهاق النفسي ممكن لا اي عرض الوقت يجب تهتم تاخده باحمل الجد وتهتم اهم الفحوصات الدورية المطلوبة يا دكتور في حاجات لازم زي حياتك قلت كده اعملها صوت الدم عشان شوف اللي هم نسبة اللي هم جبين عندي الدهون في الدم دهون دي تشمل كوليسترول دهون سلسية وغيرها ان احيان كتير جدا نتيجة برضو النظام الغذائي الخاطئ اللي معظمنا بيتعامل فيه بتزيد قوي نسبة الدهون عنده في الدم ودي اللي بترسل في الشرعيين وممكن تأدي الى جلطات وتأدي الى مشاكل كتير او ذبحات صدرية او كده النسبة وظيف الكلا زي الكرياتينين وبعض الناس بالذات الزغيرين اللي بيجيلوا مشاكل في القلب يعني ضربات سريعة او ضربات بطيئة قوي لازم يعمل تحليل غودة درقية بالذات في السن الزغير الزغير اطفال وشباب لان الغودة الدرقية زيادتها او نقصها بتأثر على القلب دي غودة بسرعة الهضم والنشواط وهكذا فضغط الدم لو محدش اهتم بيه ممكن يبوت طبعا لان الضغط دم اصلا اسمه يعني مرة ضغط اسمه القتل الصامت silent keller فلازم واحد حاسب يقول لك اصلا بحس بصداع بيجيلنا ناس كتيرا بقالي فترة طويلة بحس بصداع بحس بصداع بحس داع اثر على العين اثر على كل حاجة اثر على كل حاجة حاجة اسمها target organ damage يعني اسمها دمار الاعضاء اعضاء الجسم الدمار ده بقى بيشمل العين المخ الكلا القلب الاطراف كل ده القلب الضغط بيأثر عليه لو ما تزبطش او لو متذبذب طالع نازم طالع نازم يمكن يكون اخطر من الضغط العالي بياخد ده مرة ويترمشه مرة يرايح نفسه مرة ويصهر كتير فضغط يزيد وهكذا على اي حال الاهتمام بالقلب لابد ان يكون مرتبط بعدد كبير جدا من الاجراءات اللقائية من اهمها الكشف المبكر عند الطبيب على عمل عدد كبير من الفحصات اللازمة الدكتور قال حاجات يعني زي ما نقول كان لازم تبقى فروتين اليوم شرب المياه المياه ومش بنقول السوايل المياه بكثرة ايضا الرياضة او الانتظام فيها بكثرة المشي مش الجري المشي فقط كل هذه الاشياء مرضو من الحاجات اللي هي ممكن تقي الانسان من شر الاصابة بأي امراض من امراض القلب بنشكرك دكتور محمد طحلاء وساد وستشاري القلب في جماعة الزأزي نورتنا يا فندم شكرا جزيلا وشرفتنا في السيديو صباح الخليل شكرا جزيلا شكرا